فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم سواء كان ذلك عاما في جميع أنواع المخالفات أو خاصا ببعضها وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب ثم أتبعنا بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا نعم هذا وصف لما يأتي من كلامه رحمه الله ومن التفصيل في منع التشبه بالكفار وأن منه ما هو محرم من التشبه بالكفار ما هو محرم ومنه ما هو مكروه قال وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة نعم النهي عن تشبه بقوم لأن قصد مخالفتهم مصلحة للمخالف فيه مصلحة له وموافقتهم فيه مضرة عليه والأمر بموافقة قوم يعني موافقة المؤمنين والصالحين قصده مصلحة ومخالفتهم مضرة فالتشبه بأهل الصلاح وأهل التقى وأهل الخير هذا مقصود وهو مصلحة ومخالفتهم مضرة الكفار على العكس موافقتهم قصد موافقتهم مضرة وقصد مخالفتهم مصلحة نعم قال بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسده نعم الذي هو التشبه العمل الذي هو التشبه يتضمن مصلحة له إن كان تشبه في الخير بأهل الصلاة المستقيم نعم ويتضمن مضرة إذا كان تشبه بأهل الشر